بس لا 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 اكيد في حاجة تانية اكيد في حاجة على الارض بتقول كلام تاني انا متفائل جدا باللي في الارض انا متفائل انه الاضارة في مصر لا يمكن تستغنى بص بقى الرد ده قبل اسابيع من بدء الملء التاني لسد النهضة اه الجيش السوداني يعلن عن مناورة ليه حمات النيل دي مناورة عسكرية مع الجيش المصر وفعلا وصلت قوات مصرية النهاردة الى السودان عشان الحقيقة يعملوا المناورات العسكرية وتم حتى انزال معدات وجنود زي ما بقوله الخبر الجيش السوداني يعني وصول جنود مصريين الى اراضيه وانزال معدات عسكرية عبر البحر كده بقى في حتى بقى في كده ايه خشونة فراد اسمها حمات النيل اهي ضمن الاستعداد لانطلاق مناورات حمات النيل والتي تستمر فعالياتها من 26 حتى 31 مايو حلوة قوي يعني بصراحة دي خطوة كويسة نحي مع بعض النظام المصري الاستاذ هاني رسلان وده خبير قال تدريبات حمات النيل دي تشارك بها كل التخصصات بالجيش المصري والسوداني برية وجوية وبحرية وهذا اول خروج لقوات مصرية بكامل عتدها منذ حارب الخليج التانية كلام جميل مصادر سودانية قالت للجزيرة حشود عسكرية اسيوبية كبيرة على الشريط الحدودي بين البلدين بين السودان واسيوبيا ده اللي نقلنا عن الجزيرة مصادر سوداني للجزيرة أسيوبيا حشدت قوات كبيرة على الشريط الحدودي بين البلدين ودي خبر تاني عن حماة النيل منورة مصرية سودانية رسائل موجهة حلوة قوي كلام جميل حلوة أنا طبعا لازم أحيي الخطوة دي لأنه ده النيل مفهوش فيه زار ولأن إحنا شبعنا وتمرمطنا مع أسيوبيا خمس سنين مفاوضات خمس سنين رايحين جايين عمالين ناكل ونشرب ونسافر بلاد وبلاد تشير وبلاد تحط فيش فايدة لابد لازم نواري الأسيوبيا لعين الحمرة لكن يبقى السؤال هل فعلا دي رسائل عسكرية موجهة الأسيوبيا باعتباره أن ده الإنذار الأخير قبل الملء التاني ولا دي مجرد لقطة مجرد تعمية على المصريين لغاية ملفاس تقع في الراس ويحصل الملء التاني إذا مصر فعلا حبت تعمل أي حاجة عسكرية هل دلوقتي فيه وقت في العالم أن دولة تهاجم دولة وسط المجتمع الدولي ومع مصالح إماراتية سعودية في في السد ما هو السد ده مبني بفلوس الخليجة الإمارات والسعودية هل هتسمح السعودية والإمارات بأن إحنا نهاجم السد يا حضرات هل المجتمع الدولي هيقف مكتوف الأيادي هل الصين اللي استثمرت في السد هتسمح لمصر أنها هتهاجم أسيوبيا السؤال دلوقتي مهم هل دلوقتي الخليج اللي رمى مليارات في السد هل دلوقتي الخليج ده هيسمح بأن مصر تهاجم السد هل الصين اللي لم يعمل يارات هتسمح بمهاجمة السد السؤال الأهم هل أمريكا هتسمح بدا آدي أمريكا موقفها واشنطا دعو مصر والسودان وأسيوبيا لاستئناف المفاوضات سد النهضة عاجلا عاجلا غير آجلا طيب يا سيدي ماشي لكن هل معنى كلامي ده أن أنا بقولك أن أنا بقولك أنه ما تهاجمش أنها لا بالعكس نشوف التفاصيل بتاع الراجل ده بيقولين دبي الإمارات سيئنان دعت وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة مصر والسودان وأسيوبيا إلى مفاوضات جوهرية وقالت بيان الخارجية الأمريكية نعتقد أن إعلان المبادئ لعام 2015 الذي وقع عليه الطرفان وبيان يوليو 2020 الصادر من مكتب الاتحاد الإفريقي قد أرسي الأسس المهمة لهذه المفاوضات والولايات المتحدة ملتزمة بتقديم الدعم السياسي والفني لتسهيل التوصل إلى نتيجة ناجحة يعني ده سيئنين يا حضرات يعني ببساطة جديدة أي حد هيهاجم أسيوبيا هيبقى غلطان لأن العالم كله شافك وأنت بتوقع اتفاق 2015 وانطلاقا من هذا الاتفاق أي هجوم على أسيوبيا يا حضرات هيغلط الدولة اللي بتهاجم أنا معرفش عسكريا ممكن إيه اللي يحصل وحالي ممكن نهاجم ولا لأ لكن لكن خلينا أقول لك برضو هل معنى كلامي ده أن نحن ما نقفش ونوري العين الحمراء لأسيوبيا لا أنا معا ده أنا معا نحن نوري أسيوبيا العين الحمراء وكفى يمفوضو